السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خطح و تاتيك دالي لبس عليكم بخير هاني ينكركم زيانين نتمنىكم قاعد تكونوا بخير وعلى آخر فيما ما كنتو تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دياليو ماجيس ان شاء الله سنتقاصل معكم طريقة ديال التبخار أو طريقة ديال الطاهي الروز كيبقى كل حباب بوحدها ما كيصرالو حتى شي حاجة بوحد طريقات اللي سهلة بسيطة جدا جدا فبغيت نتبرتجيها معكم خصوصا الاخوات المبتدئات اللي عمرهم بخرو او عمرهم فورو الروز فنتمنى انكم تتبعوا الطريقة هذي من الاول حتى الاخر ان شاء الله ستنجح معكم من اول تجريبة فمعليكم موهم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر واتطبقوه كيفما هو فندوس معكم مباشرة للطريقة دياله فبسم الله على بركة الله مباشرة معي للطريقة فاول حاجة كما تشوفوا معي عندي هنا الروز بالنسبة الروز من الافضل انه يكون نوعية زوينة يعني فاش تمشوا وتشريوا الروز يكون نوعية زوينة كما تكيكو بالنسبة الكمية ديالروز اللي عندي انا اخواتي عندي نصف كيلو فانتم استعملوا الكمية على حسب الاعداد الافراد ديالكو مهمين عندي هنا نصف كيلو غدي ناخد هنا واحد الايناء اولا واحد الكاسرونة لوضع فيها الماء وغادي نوضع فيها ذاك الروز بالنسبة الروز ديالي انا ممكن غسلوش يعني في المرحلة الاولى ممكن غسلوش فاغيت تبعد طريقة ان شاء الله وغادي نغسلوه مهم حتى غادي نتسلق واحد واحد المودة هكا ديال ثلاثة دقائق غادي نخلي على النار كان نديروه على النار فاش كي بدي غلي كان حسبولوه هكا ثلاثة ديالتقائق عفون حتى الخمسة ديالتقائق غادي كيبقى يعني يدخلوا الضيار كانت تفيروا عليه النار مباشرة هنتم معايين هاي كيف ما كتشوفو مهم بعد ما كيغلي النار كيما قديكم بكتحسبوله ثلاثة دقائق احتل خمسة دقيق أتطفعته عليه النار وبعد ما تطفعته عليه النار مباشرة كيطفعته عليه ذهك المال من كي وزوه عليه المبارد ดروري من هاد المرحلة هادي كتفسه عليه المبارد يعني كي بيزوه طفل oh باش لم يبقى كيفيها ذكل detach يالو كيما ديت لكم stad Track ضروري من هاد المرحلة هادي ب Brad اعد المرحلة هاهدي المطلع34 وواي because تبخيرها الأولى يمكن أن نعود بعد أن نضيف نضيف المدة خمسة دقيقة نضيفه النار نضيفه الماء و نضيفه الماء نضيفه نضيفه الماء و نضيفه الماء و نضيفهнять كل الماء نضيفه تبخير الماء ال�收看 الزمين ونوضع فيه الروس بالنسبة للزيت اخواتي زيت زيتون يمكنكم تعودوه بزيت نباتية يبقى لكم الاختيار انا الصراحة الروس نفضل انه ندير فيه زيت الزيتون سوف نديره التبخير الأولى بالنسبة للمدة المدة يعني جحال ديال الوقت باش نبخره الروس ديالنا ما بين التبخير الأولى والتبخير الثانية بالنسبة للتبخير الأولى اخواتي كنحسب لي هكا مني كيطلع فيه البخار مزيان وكيبقى يعني يطلع يطلع منه البخار كنحسب لك واحد المدة ديال عشرين دقيقة حتى الخمسة عشرين دقيقة صافي وكنحيدو عندما كتمشتم معي هنا راني حيدو هذي التبخير الأولى ديالروس ديالنا صافي غدي نحيدو هنا وغدي نوضع فيه الملح وغدي نجيب الماء اللي كيكو عادي ومرو بيني بحل طريقة ديال طريقة ديال الكسكسو تماما هنا راني وضعت فيه الملح كيثما كتشوفوا معي مهم الملح يعيني يكون ميزانكم على حسب الضوك ديالكم أنا وضعت رشيشة ويبقى كيخصني قدي نزيد من بعد وهنا جبت الماء هنسومة الماء عادي ومرو بيني كان بقى ورشوف بها الطريقة هذي وكان حركوهم زيان ويبقى كي ميزانكم بحل طريقة ديال الكسكسو تماما ورا ما تخافوا منه ما كيصير له حتي شي حاجة ما كيتأجن موالو غي تبعوا الخطوة ديالو ديالو ديال الاولين اللي اذكرت معاكم هو أنكم تغسلوه مزيان بالماء بارد بعد ما كتخلي واحد المدة ديال خمسة دقائق فوق النار في الماء ضروري كي تغسلوه مزيان بالماء باش ما يبقاش فيه داك النشاء ديالو مش ما يتعجنش ضروري من هاد البرحالة تعدو كي نبديكو صف هنا غادرشو مزيان داك الكس ديال الماء اللي عندي وغادردو يتبخر تبخيره الثانية والاخيرة بطبيعة الحال كنبخرو غجوج ديال المرات ما كنبخرش وقت لسه ديال المرات كي يجي طايب كي يجي هابط هابط صراحة كي يجي طايب كي يجي رائع رائع جدا كيجربوه وردو عليها طريقة سهلة بسيطة سريعة وكي يجي بها زوين كيما كدلكم كيما كدلكم كنفورو غجوج تفويرة تفويرة الاولى وتفويرة الثانية وكنخلي خمسة ديال البقايق في الماء يعني هادك اول خطوة ديالو كنديروه في الماء وكنخليوه خمسة ديال البقايق كيتسلق كنغسلوه مزيان وكنصفيه وكنديروه تبخات تفويرة الاولى كيما كدلكم المدة ديال الوقت ديالها ما بين عشرين دقيقة حتى الخمسة وعشرين دقيقة من بعد كنحيدوه كندير فيه الملحة والمال اللي عادي من روبينو كنرشوه مزيان وكنردو يتبخار تبخيره الثانية اللي هي الثانية والاخيرة بنفس الطريقة كنخليها كوحدة المدة ديال عشرين دقيقة كدلك حتى الخمسة وعشرين دقيقة بس طفيو كنحيدوه كأوها الروز ديالنا واجد طايب ممعجن ما يعني غزال غزال كما كدلكم كيجي رائع جدا في المادق فيمكن لكم ترافقوه يعني بالصالصات ديرولو شي صالصة هكا يمكن لكم يعني شليدة مهم الروز راه بزاف ديال عدة سواصفات بيه يعني نديروه شلادة بلاسوس عنده بزاف ديال طرق هو نتمنى يكون اعجبكم هاد الفيديو نتمنى يلعجبكم بارتاجوه مع اخوتكم وصحابكم مع جال الناس اللي كتعرفوه فضلا وليس امرا كذلك متوما كتفرجوك فيما كنقول لكم دائما ما اصبخلوش ريالي لايك ديالكم تعريقكم زوينة المحفزة اللي كتهمني بزاف وكانت شجع شكرا لكم وانتغزوين لينك شوف هذا القناة الأول مرة فكننقلكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معليكم غايتشتركوا فيها وتشغلوا جارس باش بقى تصوكوا جديد كل لوحو فما غنطورش عليكم دابا كتر من هاته نقول لكم اسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة في العادة ان شاء الله نتمنى الفيديو نقلنا الاعجابكم وكنشكركم بزاف اللي بقي كتر فيديو حصل دابا نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن متابعة ديركو والسلام عليكم دابا مع وصفة جديدة ان شاء الله باي باي لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر